كذا بلانكا هنروح مع زمالنا فاروق صلاح هينقل لنا المشهد وآخر استعدادات النادي الأهلي وتمرنته اللي بدأت يمكن النهاردة فاروق أهلا بك معنا في السادسة وحمد الله على سلامتكم ما تقبلناش من أول ما وصلتم لكذا بلانكا لكن 48 ساعة خلاص بتفصلنا على أهم مباراة في الموسم بالنسبة لجمهير النادي الأهلي نعرف منك آخر التطورات والاستعدادات فرقتنا وجهازنا الفني لمواجهة للوداد يوم الاثنين إن شاء الله كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان زميلي أحمد أنا متفق تماما في كل كلمة قلتها لجمهور النادي الأهلي اللي موجود بيضرب المثل وده عهدنا دايما بجمهور النادي الأهلي زمها إذا ما أنت قلت سواء عشرة موجودين أو عشر تلاف سواء واحد مبارح شفنا مشهد يعني أمر كان في غاية الأهمية وغاية السعادة بالنسبة للمجلس الإدارة الكابتن الخطيب ولكل جمهور النادي الأهلي فرد واحد مشجع أهلاوي طبعا اللي كان حضر من النرويج إلى المغرب وكان موجود في المدرجات بيساند وبيؤذر النادي الأهلي ويعني اسمح لي أن أوضح أمر بسيط جدا لأن في بعض اللغة يعني ظهر لبعض الناس لازم نوضح نقطة مهمة المشاهد اللي كان موجود أو مشجع النادي الأهلي كان موجود في ملعب المباراة بالأمس واللي اداله الكابتن محمود الخطيب بالتذكرة الحضور للمباراة هدية من النادي الأهلي يختلف تماما عن المشجع اللي استقبله الكابتن محمود الخطيب في فندق إقامة اللاعبين المشجع اللي استقبله الكابتن الخطيب ده كان موجود خارج ملعب التدريب في طريق النادي الأهلي وتوجهه إلى ملعب التدريب كان بيرفع عالم مصر وبيشجع النادي الأهلي وبيتكلم على مصر والنادي الأهلي والكابتن الخطيب حاب يكرمه وجابه لمقر إقامة للنادي الأهلي ومنحه قميص للنادي الأهلي في لفتة طيبة جدا أو لفتتين الكابتن الخطيب عملهم سواء بالمشجع اللي جاء من النرويج أو المشجع اللي كان موجود خارج الملعب عايزة أطمنك زميل أحمد إحنا في الوقت الحالي ملعب العربي الزولي بيؤدي فريق النادي الأهلي تدريباته أو التدريب التالت للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الوداد البيضوي وخلينا أقول لك نقطة مهمة جدا كابتن محمود الخطيب البعثة بالكامل خلاص التركيز كله يعني ما فيش أي كلام خلاص عن الأليات وعن التنظيم الهدف اللي احنا شغالين عليه دلوقتي التسعين دقيقة كل الأمور الشغل اللي بتعامل مع العيبة مع الجهاز الفني خلاص احنا عندنا تسعين دقيقة المطلوب من الجميع التكاتف خلف الفريق ونكون كلنا في ظهر وندعم اللعيبة خلال التسعين دقيقة خلاص ما عندناش أمر تاني عندنا تسعين دقيقة تظهر فيهم إن شاء الله روح لعابة للعاب النادي الآلي وشخصية لعابة للنادي الآلي وإن شاء الله يكون يوم ويكون موفق لفريق النادي الآلي مستر بيتسو موسيماني كان قبل المران عقد محاضرة فيديو مع اللعبين طبعا يعني على مدار الأيام الوضعية اشتغل على أكتر من شق في الإعداد النفسي وطبعا زميل أحمد عارف إن المباراة النائية طبعا مباراة بيبقى لها إعداد مختلف سواء على الجانب النفسي سواء على الجانب الفني أمور كتير جدا الكابن الخطيب جلساته مع أعضاء مجلس إدارة مع اللعبين يعني بيتم توفير جو مناسب وملائم للفريق اللي النادي الآلي إن شاء الله علشان تكون الأمور كلها بتسير على أفضل ما يكون للعبين وتوفير جو مناسب اللعيبة طبعا ميستر بيتسو مسماني زي ما قلنا بيشتغل على جانب نفسية كابتن ساد عبد الحفيز بيشتغل على جوانب النفسية في جوانب فنية محاضرات فيديو بصورة مستمرة لوقف على كل كبيرة وصغيرة ومواطن الضعف ومواطن القوة في فريق الوداد فروح عايزة تطمن جمعين النادي الأهلي على جهزات لعابتنا على مستوى العاديم الإصابة اللي كانوا غابوا عن مطشاط الأهلي فيه الدوري قبل السفر لكذا بلانكا سلية ديانج حمدي ياسر حتى أيمن طبعا كان مشاركش بسبب الإيقاف طمن على اللعيبة على السكواد وعلى الأسماء وجهزاتهم بس لمطش يوم الاثنين تكلمني كمان عن حالة الجو تكلمني عن تمرين البكرة مفترض أنها تكون في ملعب محمد الخامس وكمان مهم بالنسبة لي أعرف منك اللبس زي اللي هيلبسه النادي الأهلي في المباراة أنا عارف أنه المباراة مش مباراة الودادة على الإطلاق مش عشان بتتلعب في ملعبه ده هيتعمل من خلال قرع هيتعمل من خلال اتفاق لو فيه عندك معلومة في الموضوع ده يعني خلينا أبدأ معك بأنه نقطة الأخيرة لموضوع اللبس طبعا القرع اللي اتعملت النادي الأهلي هو الفريق الفريق رقم ايه في الملعب فهو بالتالي صحب الملعب فإذا النادي الأهلي هيرتدي الزي الرسمي للنادي الأهلي الرداء الأحمر التعديل أو التبديل يكون لفريق الرجاء في لبس فريق الودادة معزرة ولو تم اي تغيير النادي الأهلي خلاص بحسن لك الامر هيرتدي القميص الأحمر لو فيه تبديل في زي النادي الأهلي هيكون في اختلاف لون شورت العبت للنادي الأهلي ممكن من اللون الأبيض للون الأسود لكن النادي الأهلي هيظهر بالرداء الأحمر عايزة طمنك برضو على حالة اللعبين المصابين اللي كانوا مصابين يعني قبل الصفر والتوجه إلى المغرب بطمنك طبعا على السلية وديانج وحمد فتح واسر إبراهيم وإيمان أشرف لعبة ما شاء الله يعني بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي حتى التدريب الأخير قبل الصفر إلى المغرب لعبة كلها ظهرت بصورة أكثر مرة الدكتور أحمد أبعابلا طبعا اتطمننا منه على الحالة الطبية اللعبة أصبحوا جاهزين طبعا للمشاركة في المباراة شوفناهم على مدار الأيام الماضية في تدريبات الديانج والسلية وحمد فتح وياسر بطمنك عليهم اللعيب الوحيد اللي تقدر تقول اللي هيبقى فيه صعوبة جدا في لحاقه بيء المباراة هو محمد عبد المنعين جهاز طبي بقاية الدكتور أحمد أبعابلا بيبزي المجهودات كبيرة جدا ولكن من الصعب جدا هيكون الحاق لمحمد عبد المنعين بهذه المباراة زميلي أحمد بالنسبة للأجواء عندكم في المغرب ردود الأفعال الاهتمام بالمباراة كلام الصحافة يعني الصورة في كازابلانك عاملة إيه أكلمك برضو زميلي أحمد لحالة الجو ودرجة الحرارة في المغرب أكثر من رعب تتكلم في 19 لـ 20 درجة مقوية الجو ملائم يعني بتشوف الشمس طلع يعني في الوقات النهار بتوصل لـ 24 أو 25 ولكن في توقيت المباراة درجة الحرارة تبقى ما بين 18 لـ 20 درجة مقوية من المقرر غدا إن شاء الله إن النادي الأهلي هيكون تدريبه الرئيسي على استيادة محمد الخامس مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القائرة وده موعد المباراة طبعا اليوم وتفاصيله هيكون في الاجتماع الفني إن شاء الله في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المغرب ثم في المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ووليد الرجراجي المدير الفني لفريق الودادة يكون في تمام الساعة 11 والنصف الإعلام هنا والأوساط المغربية بتتكلم على المباراة لا صوت يعلم فوق صوت المباراة في كل مكان بنروح فيه الجميع بيتكلم على المباراة على أهمية المباراة وسائل الإعلام بدأت إنها تعمل شحن نفسي ومعناه الفريق الوداد الصحافة كلها خادت اتجاه نتكلم على فريق الوداد من النقاط المهمة جدا النقاط المهمة جدا أبأكد عليها كل الأوساط المغربية سواء الجماهير سواء وسائل الإعلام قعد 24 ساعة بيتابعوا قناة الأهلي بيتابعوا قناة الأهلي بيتابعوا موقع الرسمي للنادي الأهلي في كل التفاصيل يعني كل الأخبار حضرتك اللي احنا بنشوفها بنقولها على قناة الأهلي بتبقى موجودة بيتابعوا هذه الأمور وقفين على كل التفاصيل بيخلقوا دوافع نفسية الفريق الوداد والوليد الرجروجي تكلم طبعا يعني على النادي الأهلي النادي الأهلي قال هو المرشح الأول بطولة تكلم على بيتسو موسيماني الأفضل مدير فني في القرى السمراء لكن طبعا انت تعرف كلام خلاص انت داخلين بتفصل 48 ساعة الاتجاه طبعا بعد كده بقى للتسعين دي ان شاء الله ننتمنى تكون فيها لعبة النادي أهلي في كامل تركزها مستر بيتسو موسيماني يكون موافق في اختيار التشكيل اللي يخوض أحداث اللقاء وبإذن الله يوم يكون موافق زميل أحمد وربنا يكرمنا بإذن الله ونعوب بكأس البطولة بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من كازابلانكا من أرضية ملعب العربي الزولي الملعب اللي بيتمرن عليه النادي الأهلي لآخر مرة